توقع صندوق النقد الدولي أن يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولاراً في المدى المتوسط رئيس دائرة أشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد قال إنه رغم ما إن التوقعات تشير لاستقرار سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولاراً في المدى المتوسط إلا أنه يبقى دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في ميزانيات عدد من دول الخليج وأضاف في تصريحات صحفية أن تعافي أسعار النفط لا يكفي لسد العجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل أساسي على الإرادات النفطية وهي مطالبة بمواصلة خفض الإنفاق العام خلال السنوات الخمس المقبلة وتوفير إرادات غير مرتبطة بالنفط